اشتركوا في القناة بمفهوم المواطنة الصالحة وهي أيضا جزء أصيل من المبادئ والقيم الأخلاقية اليوم للحديث عن مفهوم التربية المدنية باعتبارها عنصر مهم جدا ورافد لتربية الأخلاقية والتي هي موضوع فقربنا اليوم الأربعاء من كل أسبوع يصرنا أن يكون معنا الدكتور خالد صقر المري رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة الشارقة حياك الله دكتور يا مرحبا ومشكري على الاستضافة الله أحسن لك يا رب نحن نستانع سيوم نشوفك لأنه نعلم أن هناك إن شاء الله حديث سيستفيد منه مشاهدي قناة الضفرة الله يبارك فيكم في جهودكم الله يسلم دكتور في بداية الأمل إذا نعرف مشاهدينا أو مفهوم تعريف التربية المدنية طال عمركم التربية المدنية هي عملية تثقيفية وتوعوية تهدف إلى إكساب الأفراد ثقافة حديثة تتمحور حول طبيعة المواطنة نعم المرتكزة على منظومة الحقوق المدنية والسياسية نعم وتتحقق من خلال التنشئة الاجتماعية والسياسية ضمن مؤسسات رسمية وأهلية جميل نعم وتشكل البعد الرئيسي في ترسيخ المواطنة وحقوق الإنسان وبناء المجتمع المدني جميل وفي تعريف مختصر بالنسبة لل هو طبعا مفهوم جديد كيف يكسب الفرد المهارات الحياتية نعم في التعامل بشكل راقي ومتحضر بمعنى أو من جوانب ثلاثة نعم هذه مراحل أو لا غير مراحل هذا ما زال بالتعريف بالتعريف مبسط هذا بالتعريف أخر نعم أول شيء الجانب المعرفي اللي هو العقلي نعم وبعدين الجانب الوجداني وبعدين الجانب الأدائي جميل هذا هو تعريف ما شاء الله طبعا في مفهومة وتعريفة نحن ننظر إلى منظومة متكاملة نعم فلابد أن يكون هناك مراحل للتربية المدنية حتى تكون مبسطة بشكل أكبر فالتعريف هو يضم كتاب ونحن مضمون هذا الكتاب يأتي بطريقة سلسة ومبسطة فحدثنا عن بعض المراحل مراحل التربية المدنية المرحلة الأولى بناء الفرد نعم الواعي يتعرف فيها على المفاهيم المختلفة يربط بمخزون خاص بمعرفته وخبراته والممارسات في مجتمعه جميل ثانيا مرحلة تعزيز الولاء والانتماء نعم بمعنى من لا يعرف نفسه ويقدر ذاته لن يعرف الآخرين جميل يعني اكتشاف الذات في المرحلة الأولى نعم ثلاثة وضع الاستراتيجيات والأهداف لبناء المجتمع المدني حديث متحضر بدلا من المجتمع التقليدي نعم أربعة اللي هو المشاركة في دعم القرار السيادي من خلال المشاركات في رفع نسبة التثقيف والمعرفة بالمجال السياسي والاجتماعي ومن ثم تحصين الأفراد في المجتمع من المخاطر المحيطة بهم يعني أربع مراحل أنا أشوف فيها المرحلة الأولى تخص المكنونات الشخصية وثقافتها الخاصة وتعزيزها ومن ثم ولاء وانتماء فأنت تحيط الدولة والمجتمع بأمر جميل جدا ومن ثم أنت تشارك في البناء وتأتي رقم أربعة للمشاركة في المرحلة الأولى والثانية والثالثة لبناء المجتمع هذا يعني أمر يعني الإنعكاسة جدا جميل الله يحبك يا رب دكتور شقد بتساهم التربية المدنية في ترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة طالع مركم أول شي تساهم في تجديد أنماط العلاقات والتفاعلات ومن ثم تساهم في رفع نسبة التثقيف والمعرفة وتعزيز الولاء والانتماء جميل من ثم تساهم في ترسيخ ثقافة التسامح والتفاهم ونبذ العنف جميل ومن ثم النقطة الرابعة تساهم في ترسيخ فكرة احترام القانون وحقوق الأفراد نقطة جدا مهمة لأننا نتكلم فيها يعني أكيد خمسة تساهم في ترسيخ مفهوم الشفافية في المجتمع جميل الرقم أربع كان في السؤال السابق اللي هو المشاركة في طبعا اللي هي القوانين والسياسة وغيرة وغيرة يفرض علينا سؤال بأن هناك ركائز أساسية في التربية المدنية والمشاركة السياسية طال عمرك الركائز الأساسية في التربية المدنية والمشاركة السياسية أول شيء المتاح للمواطن هو التعرف على صناعة السياسة مثل ما بدأت دولة الإمارات بمراحل والتدرج بالنسبة للانتخاب البرلماني وتوزيع الحصاص ومن ثم رفع ثقافة المشاركين أول حسب النسب ومن ثم أتيح للجميع وبالتدريج وهذه رفع ثقافة المجتمع أسنى المشاركة في سياسة الدولة والمشاركة البرلمانية أو الانتخاب البرلماني تعزيز مبدأ الشورى وهو الأساس في الإسلام طبعا نعم ومن ثم المشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد ما يتعرف على صناعة السياسة يقوم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية بعدين عليه التعرف على الحقوق والواجبات للفرد ما له وعليه الفرد في المجتمع من معرفة قوانينه القوانين البلد حقوقه واجباته هذا واجب أن الإنسان يتعرف عليه بعدين تعزيز الإحساس والسيطرة والقيمة الإنسانية بعد مهارات التربية المدنية أو تعزيز بمعنى التعرف على الحقوق والواجبات التي ذكرناها للفرد لماله وما عليه شرحناها أنه اليوم في قوانين ومواد في القانون وأن التشريعات وحقوق الإنسان إذا ما قرأه واطلاعه وشاف أن إنجازات بلده بناء على التشريع الموجود وتحقيق أهدافه وتطلعاته وأنه محمي في مجتمعه بالقوانين الموجودة نعم أن هذه منفعة أو تعتبر قيم للفرد في المجتمع جميل إذا دكتور إذا تكلمنا عن مهارات التربية المدنية لجب أن يكتسبها الطالب إذا حطيناها طبعا للطلاب خصوصا الفئة هاي اللي نحن نستهدفها نعم وهم عيالنا ونقول الله يبارك فيهم أضغم أمين وعلما أن من خلال تواصلنا الميداني مع أبنائنا في جميع المدارس أذكية وعين ونقول الله يبارك فيهم في أولياء أمورهم نعم طبعا نحن نقول أول شيء الكلمة في البيت يجب أن يعلم ابنه أن إنسان نعم يعلم ابنه أنه إنسان ليش ويعامل أساس أنه ويعامل ويعني ويعامل الآخرين في حدود الجانب الإنساني نعم إذا ربيتك إنسان بيعامل الآخرين كإنسان بالجانب الإنساني طبعا وهذا المبدأ الأول ثانيا أن يقدر ذاته ونفسه ليعرف الآخرين إذا يعرف قيمته في مجتمعه وقدراته أساس أنه يعرف قدرات الآخرين تقدر قدرات الغير نعم وتقديرها تعزيز الولاء والانتماء بالهوية ماشا نحن نركز عليها هذه في التربية المدنية أن نرفع ثقافة أبنائنا من الجانب هذا الذي هو الولاء والانتماء بالهوية جميل من ثم التدرج في المشاركات المجتمعية والبرلمانية حسب المراحل السنية نعم نعم نحن نتكلم عن تربية مدنية في رؤية المتواضعة من خلال الحديث الذي تفضلت به أن هي الأصل في تأهيل أفراد المجتمع من كافة الجوانب حتى يستطيعوا أن يقوموا مع قيادة الدولة في إنعاش هذه الدولة وضع قوانينها المشاركة البناءة في إحياء المجتمع وأيضا الأساس طال طبعا مخرجات التعليم هم الأساس في بناء الأوطان نعم اليوم منهم الوزير أو السفير أو الموظف أو العامل وحسب المراحل هذه المخرجات التعليم وكل ما كانت المخرجات ذات جودة عالية نعم نحن فخورين بها نتائج بتكون عالية النتائج بتكون جيدة نعم ومثل ما أوصونا قيادتنا أو القيادة الحكيمة نعم أن نكون في المركز الأول وإن شاء الله بيتحقق وبوجودهم وبوجود القيادة الحكيمة إن شاء الله وأولياء الأمور طبعا نوجه لهم كل التحية لأنهم هم من يسهرون أيضا مع ابنائهم على تحقيق مثل هذه الرؤى الكبيرة نحن نشكرك دكتور خالد على تواجدك معنا اليوم وعلى فرد المساحة لطبعا توصيل بعض المعلومات عن هذه التربية المدنية الجديدة في دولة الإمارات شكرا لك شكرا لكم والله يبارك في جميع الله يحمدك يا رب شكرا لوجودك معنا دكتور كان معنا دكتور خالد سقر المري رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة الشارقة نذهب معكم إلى هذه الفعالية قمة الابتكار العالمي 2016 تناقش سبل الابتكار والتكنولوجيا لتطوير المستقبل الذكي وتحقيق السعادة مزيد من تفاصيل في السياق التقليل التالي افتتح سعادة عبد الباصط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي فعاليات قمة الابتكار العالمي 2016 في دورتها الرابعة تحت عنوان تحقيق السعادة والمستقبل الذكي والتي أقيمت في فندق أتلانتس النخلة في دبي لمناقشة القضايا التي تعنى بالابتكار خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة في القطاعات الحيوية الابنت هذا هي الدورة الرابعة Global Innovation Summit احنا بدأنا في الدورة الأولى كنا نتكلم عن التطبيقات اليوم الثيم عن الانوفيشن في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحمد لله الدورة الرابعة حوالي 2000 شخص مسجلين لحضور السمت هذا أغلبهم من القطاع الخاص خاصة من القطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا بالنسبة لنا مهم جدا لتوصيل الرؤى وخطط الحكومة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وماذا متوقع منه أعتقد الاستفادة الكبرى بتكون هو الاحتكاك اللي ممكن يصير بين المشاريع المحلية والمشاريع العالمية اللي موجودة واللي فيه ديليغيشن كبير موجودة هنا من أوروبا ومن آسيا من الهند من الصين وفيه طبعا من أفريقي لو لاحظتي هذا يعطيه فكرة كاملة عن أول شي خطط حكومة دبي خطط دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية وكيف ترى المستقبل ونريد أن نجاح دولة الإمارات وخاصة الإمارات الدبي يكون له نفس التأثير على الدول الأخرى كرم سعادة عبدالباسط الجناحي على هامش القمة ثلاثة من الشركات المبتكرة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والاستدامة ضمن القمة العالمية الإبتكار فيه أيضا جائزة الـ وكنا ندور على شركات ناشئة من مختلف الأنحاء بالدولة التي قدمت فعليا إشي مختلف ممكن يغير في الاندستري طرحنا عدة قطاعات كانت تركيز بالنهاية على قطاعات التعليم الإدوكيشن والهلث كير الصحة والساسينابلت الاستدامة بشكل عام وخاصة بالطاقة أو بالإنرجي وتميزت الدورة الرابعة بمشاركة ألفين مشارك من نخبة المختصين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص وضمت القمة سلسلة من الحلقات النقاشية لعدد من المتحدثين والخبراء العالميين كما تناول الجوانب مختلفة حول الابتكار والأثار المترتبة عليه في الصناعات المختلفة وكيفية استدامة الابتكار لتحقيق مستقبل أكثر ذكاء وإلى جديد الأخبار افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمسماه الجديد وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعد الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر سيفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة وعددا من كبار المسؤولين تم خلال الاحتفالية عصف السلامين الوطنيين لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والتقطت الصور التذكارية وتأتي هذه اللفتة لتأكيد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومتانة روابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين وإعزازا للمواقف الثابتة لخادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية تجاه مجمل القضايا الرئيسية في المنطقة كما هنأت مع الدكتور أمل عبد الله القبيسي رئيس المجلس الوطني لتحدي المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا بذكرى اليوم الوطني 86 للمملكة متمنية لشعب السعودي كل التقدم والرفاهية والازدهارة وذلك تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأكدت معاليها في برقيات بعثتها إلى معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى خصوصا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والتي تجسد عمق رؤى قيادتي البلدين وتفاهمهما إزاء القضايا المطروحة خليجيا وإقليميا ودوليا وأشرت أيضا في هذا السياق إلى أن دولة الإمارات والسعودية تقدمان اليوم النموذج الأمثل للعلاقات الخليجية والعربية مشاهدين بختام هذه الأخبار نأخذكم إلى نهاية هذه الحلقة نراكم غدا في أمان الله نلقاكم باشر إذر الله يانا في نفس الموعد منه لكم أجمل تحية تصبحون على ألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر